مطالبة دولية بإلغاء القرار 22-16 لما فيه خروج الملف اليمني من حالة الجمود الذي أصاب الحل السياسي ووصل بالأمم المتحدة بجهود وساطتها إلى حالة الحجز إلغاء القرار الذي يعد أحد المرجعيات الدولية للنظر إلى القضية اليمنية دعت روسيا إلى ضرورة مراجعة مجلس الأمن الدولي لأسس التسوية السياسية في اليمن والذي عطل القرار 22-16 مضي إطار التسوية السياسية وعطل كل جهود السلام كما دعت روسيا عبر مندوبها في مجلس الأمن حفاظ الأمم المتحدة على دورها المركزي بالإطلاع بخطوات جدية إلى الأمام ويأتي الموقف الروسي كأول موقف معلن من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن بخصوص القرار 22-16 الذي يمثل أهم مرجعيات التسوية السياسية في اليمن والذي أقره مجلس الأمني في العام 2015 الجلسة المفتوحة بشأن اليمن حذرت فيها الأمم المتحدة عبر مبعوثها من مغبة التصعيد العسكري القائم وتحول الحرب إلى فصول أكثر دموية في الصراع المستمر منذ سنوات وقد أقر جرونت بارك في إحاطته ضمنا بفشل الحلول المجزأة التي طرحتها الأمم المتحدة خلال الفترات السابقة وقال أنه لمس إحباطا بسبب فشل محاولات الأمم المتحدة السابقة لحل الأزمة دعوات الأمم المتحدة ما تزال مستمرة لامتثال اليمنيين إلى طاولة حوار في نداء أطلقه المبعوث الأممي الذي اعترف بصعوبة إطلاق عملية سلام في اليمن وقال إنها مهمة معقدة في ظل اتساع الفجوة بين أطراف الصراع والأزمة الاقتصادية وتسارع العمليات العسكرية على الناحية الإنسانية استمع مجلس الأمن الدولي مع المبعوث الأممي لأزمة الريال اليمني وتفاقم من وضع الاقتصادي الصعب وتم نقاش ملف إيصال المساعدات وعرقلة ميليشيات الحوث لوصولها حيث وأن الميليشيات تفرض قيودا على إيصال المساعدات للمحتاجين من أبناء الشعب اليمني اشتركوا في القناة